دبتال سلطان يعني نقدر نقول ملامح البطولة بانة الاتحاد نعم مسيرة الاتحاد أو بدر رد لكل من شكك أو قلل من فرصة الاتحاد في الوصول للصدارة أو تحقيق البطولة النتائج الحققها مع كونترا وضحت أن الفريق لا يتأثر بأحد في السابق كان يقال أن الاتحاد إذا غاب حجاز يغيب إذا غاب كورنادي يغيب إذا غاب كريم يغيب إذا غابت العناصر يغيب ولكن مع كل هذه الغيابات استمرت الانتصارات أكثر من سبب يوضح لك قيمة الاتحاد ووضوح أنه منافس وبجدارة على الصدارة أو على البطولة أولها الثبات في المستوى والنهج التكتيكي في كل مباراة يغيب من يغيب النهج التكتيكي واضح خاصة بعد آخر معسكر في دبي أصبح الاتحاد في كل مبارياته بنهج هجومي واضح لإنهاء المباراة نقطة ثانية تجاوز الإصابات والغيابات نجوم كثيرة تأثر على يعني في كل مرحلة ويتجاوزها بكل ثقة وبكل نجاح تنظيم دفاع عالي هو أقوى دفاع في الدوري تعالد الهداف أقوى كذلك دفاع بكلينشيت تتكلم عن تسعة كلينشيت في آخر عشر مباراة وبدل سبع مباريات منها بشباك نظيفة وضح لك قيمة هذا الفريق الاستفادة النوعية والكاملة من العنصر الأجنبي الاتحاد كل عناصر الأجانب في حالة جاهزية كلهم يلعبون داخل التشكيل هنا يوضح لك القيمة والفكر والرؤية لإدارة الاتحاد في الاختيارة النوعية لهذه اللاعبين وتأثيرهم حتى كقيمة فنية آخر نقطة ثلاثين نقطة هي آخر عشر مباريات ثلاثين في المية من الدوري بانتصارات متتالية سبعين في المية منها بكلينشيت توضح لك الاتحاد السحقة صدر مباراة اليوم أكبر أكبر اختبار أكبر اختبار لأنها أمام منافس مباشر وأمام النصر أمام مسيرة مميزة للنصر قبل هذا المباراة تتكلم عن ثمام مباراة انتصر فيها استقبل هدفين في مباراة واحدة اليوم استقبل ثلاثة هدف أمام الاتحاد ولم يسجد توضح لقيمة فريق الاتحاد هدف اليوم المبكر لحمد الله ضربة الجزاء وتزيل روما أعطى الاتحاد الفضلية وأعطى الاتحاد كتنظيم وتسيد المباراة بمنع الخطورة على المرماة